موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج الطبيب والناس التي تعرض على حضراتكم من على شاشة الموصلية الفضائية بالبداية أحب أدعو كافة أخواني زملائي الأطباء الطبيبات من كافة الاختصاصات اللي حب يشارك بالبرنامج أبواب البرنامج مفتوحة كل طبيب حسب الاختصاص اللي هو مختص به أو إذا شوف أكو موضوع مهم وبيه فائدة للمجتمع وللناس نحن نرحب بالجميع موضوعنا لهذا اليوم يتعلق بأخواتنا النساء موضوعنا حول الإسقاط أو الإجهاض أسبابه الوقاية وطرق العلاج تقدمه لنا الدكتورة فاتن محمد بشير طبيب اختصاص نسائية وتوليد أمراض العقوم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أجزاء المشاهدين قناة الموصلية الفضائية بحلقة جديدة من برنامج الطبيب والناس هذا البرنامج طبعا مهم وتوعوي لزيادة الثقافة الصحية للمجتمع الموصلي طبعا أنا دكتورة فاتن محمد بشير اختصاص نسائية وتوليد أحكي اليوم عن موضوع مهم يهم كثير من السيدات الحوامل ويأثر على العائلة ككل اللي هو موضوع الإسقاط طبعا الإسقاط يسبب كثير من الحزن والقلق والإحباط لدى الزوجين اللي طبعا منذ معرفتهما بحدوث الحمل يعني عشون حالة من التمنيات والتوقعات والآمال والأحلام وأنه هذا الطفل يجي وينضاف للفرد الجديد للعائلة بس في حالة حدوث الإسقاط هذا كله طبعا يؤثر على الناحية الصحية والنفسية للعائلة ككل طبعا الإسقاط أولا أشنو هو تعريف الإسقاط الإسقاط هو القدف أو النزول التلقائي للحمل منذ بداية تشخيص الحمل وإلى الأسبوع الأربعة وعشرين يعني الأربعة وعشرين الأسبوع الأولى من الحمل إذا حدث نزول للطفل هذا يسمى إسقاط طبعا التعريف الطبل ضمن الوزارة الصحة العراقية مددت هذه المدة إلى ثمانية وعشرين أسبوع يعني نحن لحد الأسبوع الاثمانية وعشرين قبل اكتمال الأسبوع السبعة وعشرين يعتبر هذا إسقاط بعد الاثمانية وعشرين يعتبر ولادة مبكرة طبعا مع التطور اللي حاصل بالفحوصات اللي تنعمل حتى نشخص الحمل حدوث الحمل من البداية أصبحنا نعرف بحدوث الحمل منذ أوقات أبكر مما كنا سابقا يعني مجرد أنه تأخير بالدورة الشهرية وممكن أنه حتى في موعدها نتأكد أنه السيدة حامل من بعض الإجراء بعض الفحوصات اللي يستمتوفرة طبعا وموجودة وعليه فأكو فترة بين أنه تشخص حدوث الحمل وبين أنه تأكدنا من أنه الحمل سليم ونبض الطفل سليم هذه الفترة تعيش السيدة الحامل بفترة من القلق هل أنه هذا الحمل بينه شيء ما بينه شيء يستمر أكو فد مشكلة ما أكو وهذا اللي نحكي علينا طبعا احتمالية حدوث الإسقاط تختلف وتأثر عليها عوامل كثيرة العوامل اللي ما لنا تأثير عليها هي أولا عمر السيدة الحامل طبعا أشقد تتقدم السيدة بالعمر أشقد تكون احتمالية حدوث الإسقاط أكبر مثلا اللي عمره بين العشرين والخمسة وعشرين احتمالية حدوث الإسقاط التلقائي حدود 13% هذه النسبة ترتفع قليلا إلى الثلاثين اللي هي تصير خمسة عشر بالمية ولكن بعد الأربعين يعني سيدة اللي عمره بين الأربعين والخمسة وأربعين احتمالية حدوث الإسقاط تكون خمسة وعشرين بالمية يعني ربع نسبة الحمل يعني من كل أربعة حوامل واحدة تتعرض للإسقاط زين وبعد الخمسة وأربعين احتمالية حدوث الحمل ترتفع إلى واحد وخمسين بالمية ولهذا إحنا سيدات دائما ننصحهم أنه إذا كانت مخططة للحمل أو تقرر أنه بعد تريد أطفال أنه خنقول تكمل العائلة قبل وصولها إلى سن الأربعين لأنه كل المشاكل اللي تحدث بالأثناء الحمل اللي من ضمن الإسقاط تحدث تزيد بعد سن الأربعين فولهذا يعني تجي وكل الطبيبات تجي سيدة تقول والله أنا مثلا هي عمرها فوق الخمسة وثلاثين خلينا نقول سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين عندي طفل طفلين هسة حاليا ما فكرة أنه يعني أنجب أطفال بعد أجل للفكرة فأنا دائما أقلم فكري بالموضوع جيدا إذا كنت مقررة أنت والزوج أنه يكون لكم أطفال أنه تحاولون يصير لكم أطفال بعد فخليكون هسة أفضل من العام القادم أو أفضل من بعد سنتين لأنه من صرتي بعد الأربعين أولا احتمالية حدوث الحمل تكون أقل والمشاكل اللي سصير بصورة عامة كل المشاكل اللي تحدث أثناء الحمل تكون نسبتها أعلى بعد سن الأربعين هذه نقطة النقطة الثانية هي عمر الحمل يعني أشقد احتمالية حدوث الإسقاط تكون أكثر زين في الأسابيع الأولى وعليه فخمسين بالمئة من الإسقاطات تحدث في الأربع أسابيع الأولى اللي هي أول بداية تكوين الحمل لأسباب أكثر راح نحكي عنها بعدين في حين أنه هذه النسبة تقل إلى عشرين بالمئة زين إذا الحمل كمل الأسبوع السادس يعني إذا وصل الحمل شهر ونص زين فإحتمالية حدوث الإسقاط تقل إلى عشرين بالمئة أما إذا كملت السيدة الحامل كملت الأسبوع للثاني عشر يعني أول ثلث شر من الحمل اكتملت فإحتمالية حدوث الإسقاط تقل إلى ثلاثين نصف بالمئة يعني خلنا نقول إحنا نرتاح زين أشن هي أنواع الإسقاطات الإسقاطات بها أنواع كثيرة أحنا نحكي عنها أولا الإسقاط المهدد يعني تجي السيدة تقول نقول إحنا أنت عندك إسقاط مهددية يعني تقول أشنه إسقاط مهدد الإسقاط المهدد هو الإسقاط اللي يحدث يعني حمل موجود مع وجود أعراض الإسقاط بعض أعراض الإسقاط مثل ألم مثل نزف زين ولكن مع وجود جنين سليم داخل الرحم هذا يسمونه إسقاط مهدد بهالحالة ننصح السيدة أنه طبعا تقلل نوعا ما من الأشغال خاصة إذا أكون بعض الأشغال المرهقة المتعبة نقلم مثلا ما تشيلين شيء ثقيل ما تعملين أشغال مرهقة للجسم حاولوا تقللين فعالياتك حتى تتجنبين حدوث الإسقاط النوع الثاني هو الإسقاط الحتمي اللي هو انتهى يعني الإسقاط أمر صغح حتمي اللي هو وجود أعراض الإسقاط مع وجود توسع في عنق الرحم يعني أنه بدأ الرحم يقذف الجنين والحمل اللي موجود بداخله فهذا إسقاط حتمي وهذا بينه خطورة ممكن يسبب نزف شديد خاصة في بعض الحالات تجينا مثلا المريضة من أماكن بعيدة خارج الموصل أو يعني أماكن بعيدة عن المؤسسات الصحية خلي نقول زين ويكون لديها نزف شديد ووصلت بحالة من الصدمة وهذا اللي نحن نحاول أنه نتجنبه الإسقاط الناقص هو أنه تم حدوث لقذف بعض من منتجات الحمل مثلا ممكن أنه السيدة تكون كنزتة الطفل ولكن باقية جزء من المشيمة كليا أو جزئيا باقية داخل الرحم هذا نسمي إسقاط ناقص وهذا له علاجات نحن نحكي عنه بعدين أكو أنواع أخرى مهمة اللي هي من ضمن الإسقاط المنسي اللي هو أنه موت الجنين داخل الرحم مع بقائه موجودا داخل الرحم وهذا نحكي عنه لاحقا والإسقاط المتكرر اللي هو ثلاث إسقاطات متتابعة زين واحد خلف الثاني يعني ما معنات أنه السيدة تيجي تقول أنا عندي إسقاطات متكررة وهي مجرد أنه كنسقطت مرة تعتبر نفسها هذا هو أنه هي كنسقطت عند حالة الإسقاط المتكرر الإسقاط المتكرر تعريفه يعتمد على ثلاث إسقاطات متتابعة واحد وغا الثاني زين وهذا له أسباب نوعا ما بها اختلاف عن الإسقاطات اللي تحدث يعني ضمن الحالات التلقائية زين نجي على أسباب الإسقاط أسباب الإسقاط تختلف حسب مدة الحمل ففي الثلث الأول من الحمل الأشهر الثلاثة الأولى لو يكون أسباب معينة في الثلث الثاني لو أسباب بها اختلاف ففي الثلث الأول من الحمل ضمن المعطيات الحالية غالبية الإسقاطات تحدث نتيجة تشوهات في الكروموسومات أو الجينات لدى الأجنة وهذه دائما نقلل السيدة من باب المواساة وهذا حقيقة علمية أنه يعني الحمد لله أنه كان أكو فقط مشكلة هذا الطفل وحدث الإسقاط أفضل مما أنه يكون يكمل الحمل مع مشاكل كبيرة أو أنه يولد الطفل بمشاكل جسيمة فالمشاكل التي تكون عادة لها تأثير جسيم على الجنين غالبا ما تؤدي إلى وفاة الجنين وبالتالي حدوث الإسقاط مشاكل الأخرى مشاكل في انغراس الحمل في جدار الرحم أو في بطانة الرحم وهذه لها أسباب كثيرة ممكن منها تكون أسباب لها علاقة بالتخثر ممكن لها أسباب مناعية أنه الرحم لا يتقبل الحمل الذي حصل أو أنه يكون انغراس الحمل داخل جدار الرحم يكون انغراس ضعيف وهذا يؤدي إلى بعد فترة أنه يحدث الإسقاط ممكن تكون مشاكل لدى الأم الحامل نفسها وهذه طبعا نحن دائما ننصح أنه الأم إذا كان لديها بعض الأمراض خاصة الأمراض المزمنة أنه تراجع تحسن من حالتها الصحية ثم تحاول أنه الحمل أفضل مما أنه يصير الحمل هي والمشاكل المالتها غير مسيطر عليها بهالحال إحنا مضطرين أنه ننطع علاجات تحفظية ما كل العلاج الذي ننطيق ننطينه لأنه سيدة حامل والعلاج لا يأثر على الطفل أو هي تخاف لا يأثر على الطفل زين فيؤدي إلى حدوث مشاكل ومن ضمن هذه المشاكل هو حدوث الإسقاط خاصة مريضات السكر رحنا ننصح دائما أنه يكون السكر مسيطر عليه مدة فدت الأقل فدت شهرية ثلاثة شهر قبل الحمل حتى إذا صار الحمل أنه ما يكون به تأثير على الطفل لا من حدوث إسقاط أو أنه ممكن أنه يحدث تشوهات لدى الأجنة كذلك مريضات الحالة يسموها أنتيفوسفوليبيد بالعامية يسموها تخثر المشيمة أو جلطة المشيمة لها كثيرة تسميات هذه الحالة هي حالة ممكن تكون وراثية ممكن تكون مكتسبة وبهالحالة يحدث تجلط بالدم لداخل المشيمة وينقطع خلينا نقول الدم عن الطفل وهذا يسبب موت الجنين في مراحل متعددة ممكن تكون مبكرا يحدث بها إسقاط أو أنه تكون متأخرا بحيث تسبب مشاكل بالمشيمة وبالحمل المشاكل الأخرى التي لدى الأوم ممكن تأثر على الحمل وتسبب الإسقاط التي هي مشاكل الغدة الدرقية والتي ممكن أنه يكون لها تأثير على الطفل من ضمن حدوث الإسقاط أو حدوث تشوهات لدى الطفل بعض العلاجات أيضا ممكن تكون لها سبب الإسقاط أكثر العلاجات ما تسبب إسقاط مباشر ولكن يكون لها تأثير ولكن مثلا مثل العلاج الميثيركسيت الذي يستخدمون هو نوع من العلاج الكيمياوي يستخدمون بعض حالات المفاصل الرثوي أو بعض الحالات الشديدة لدى مرضات الصدفية وهذا طبعا كل الأطباء يعوفونه ونادر أنه يحدث أنه حمل والسيدة تأخذ هذا العلاج وممكن أنه يكون سبب لحدوث الإسقاط فاصل ونواصل السلام عليكم عزيزي المشاهدين نواصل ما بدأناه من حديث حول أحد مشاكل الحمل وهو الإسقاط حكينا طبعا عن مشاكل الإسقاط أنه تزيد كل ما زادت العمر السيدة الحامل وكذلك تقل كل ما كملنا أسبوع إضافة من الحمل فاحتمال حدوث الإسقاط قلنا تقل بعد الأسبوع السادس للحمل فإذا كان وصلت السيدة الحامل للأسبوع السادس والحمل سليم ف90% أنه هي ستكمل الأقل الأسابيع الثني عشر الأولى حكينا على أسباب الإسقاط وأيضا من ضمن الأسباب التي ممكن أن تسبب الإسقاط هي تشوهات الرحم مشاكل مشاكل تحدث بالرحم ممكن أن تكون خلقية ولادية وممكن أن تكون مكتسبة الولادية مثلا أنه وجود انقسام بالرحم وجود تشوهات خلقية أنه يكون أحادي الجانب يسمونه اليوني هورن أو بايكورنويت اللي هو انقسام يسمونه مثل القلب شكل الرحم هذا ممكن أن يسبب ضعف بالحمل ويسبب إسقاط أو أنه وجود بعض الأوران بالرحم مثل العقد وهذا نحكي عنه بالإسقاط المتكرر أسباب أخرى اللي ممكن أنه تسبب الإسقاط هي رخاوة عنق الرحم واللي سنحكي عنه أيضا في الإسقاط المتكرر من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى الإسقاط هي حدوث الالتهابات والإنتانات أثناء فترة الحمل كذلك حدوث الأمراض الفيروسية طبعا هذه عليها هيلمة كبيرة وأي وحدة تجي حامل جيد ممكن بكر ما عند أي مشكلة ما عند أي أعراض أي تعرض لمشكلة سابقة أو عامل خطورة وهي تجي تعمل فحوصات الفيروسات وداء القطط والجرثوم والفيروس والمعرف إيش كأنه صاغت فد يعني مثل فحص الحمل نعمل وفحص الدم نعمل ونعمل فحص الفيروسات هذا ما ضروري عند كل السيدات الحوامل إذا كانت خلنقول من بعض السيدات ممكن يكون عندهم عامل خطورة التعرض للأمراض الفيروسية مثلا اللي يشتغلون خلنقول معلمات بالمدارس رياض الأطفال الأطفال بالذات اللي رياض الأطفال اللي بدون سنة الخامسة يكون عرضة للأمراض الفيروسية فاللي يشتغلون المدارسات الكوادر خلنقول اللي يشتغلون بالروضات عنده حدوث الحمل إذا كان عنده أي أعراض توحي أو أنه أكو بالأطفال اللي هي تحت رعايتها عندهم أمراض الفيروسية أو يشكون من أعراض الأمراض الفيروسية ممكن أنه تكون عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية لبعضها يأثر على الحمل كذلك الفحص ما اللي يسمونه هو ما سبب من أسباب الإسقاطات المتكررة ولا أنه يتكرر كل حمل يعني إذا كان صاعد كمرة وممكن أنه يصيب المرة الثانية والثالثة والرابعة لا السيدات اللي خلينا نقول عندهم قطط بالمنازل ما لتب أو أنه يعتنون بالقطط أو ننصح السيدة أنه حتى تتجنب هذه المشاكل أولا السيدات الحوامل اللي في بداية الأشهر الثلاثة الأولى أنه نصح أنه يكون الأكل اللي تتناول مطبوخ بالكامل ما أنه مثل ما نقول شوي أو ما مطبوخ بالكامل هذا يقين من الإصابة بهذا المرض الذي هو داء القطط كذلك ارتداء القفازات أثناء تنظيف الحديقة أو العناية بالأدوات اللي إذا كان عندنا قطط موجودة بالبيت ثلاثة إذا صاعدك أي أعراض كذلك بالتأكيد هو الغسل الجيد للخضروات والفواكه اللي نتناول هذه الشغلات البسيطة ممكن أنه تكون وقاية من الإصابة بداية القطط خاصة السيدات اللي عندهم بالبيت بالمنازل أنه موجود القطط نجي على الإسقاطات اللي تحدث بالثلث الثاني من الحمل اللي هو بين الأسبوع بين الأسبوع الثاني عشر والأسبوع الثامن والعشرين يعني إذا كانت أربعة شهور خمسة شهور ستة شهور ولا حد بداية الساب هذا الإسقاط اللي يحدث بهذه المرحلة اللي هو بعض أسباب تختلف عن الأسباب للإسقاطات اللي في البداية أو الإسقاطات المبكرة من أهم اللي هو رخاوة عنق الرحم وهذا أيضا فدموضوع كنت اكتسب يعني حجم كبير أي سيدة تجي كنصا عنده إسقاط ممكن يكون إسقاط كله مبكر تقول لا أنا عندي رخاوة عنق الرحم وغير دعم ربط عنق الرحم هذا الحك ما صحيح الرخاوة عنق الرحم لها أعراض انشخصة من خلالها حدوث تاريخ مثلا سابق لولادة مبكرة جدا أو لإسقاط في الأشهر الثلاثة الثانية يعني إسقاط بالشهر الرابع أو الخامس أو السادس الإسقاط يكون يسمونه يعني السيدة ما كان عنده ألم شديد مباشرة صار ألم بسيط وإذا زتت الطفل والمشيمة وهكذا فهذه أعراض توحي بأنه السيدة ممكن يكون عندها رخاوة عنق الرحم في المرة اللاحقة للحملة التالية لازم تشيك الفحص سونر دقيق يكون نتأكد من الطول عنق الرحم ومن موجود توسع فعلا فيه وهذه لها قياسات معينة والسونر يجب أن يكون لدى طباء الإختصاص يعني ما أي طبيبة نحطة جهاز غير مرخص به بالعيادة وتعمل سونر وأنتي عدك رخاوة سويلك ربط وأنتي سويلك فلان شي فلان شي هذا الشي أبداً ما صحيح أنت لما تسوي سونر سوي السونر لدى شخص مختص لما ينطيك نتيجة تدخلين وغاها عملية أو تعملين تداخل أو فتش يجب أن يكون الكلام موثوق وجود رخاوة عنق الرحم ممكن أنه هذا التوسع الذي يصير أو قصر عنق الرحم ممكن يؤدي إلى دخول البكتور المايكروبات إلى داخل الرحم وهذا ممكن أنه يسبب إنتانات داخل الرحم والتهاب في الأغشية المغطية للكيس خلينا نقول ما للطفل وهذا يؤدي إلى انفجار الكيس أو تسرب سائل الأمنيوسي للطفل وهذا بالتالي يؤدي إلى الإسقاط هذه الحالة لها علاج وعلاج جراحي وبسيط وممكن أنه أي طبيبة من طبيبات الإختصاص تعمل العلاج اللازم وحسب الحالة وحسب ما تستدعي الوضع طبعا ربط عنق الرحم بينه أيضا المشاكل ولكن السيدة التي تحتاجه كل شيء بينه إيجابيات وسلبيات إذا شفنا راجعت طبيبتك الإختصاص وقال لتلك أنه أنت بالنسبة لك حالتك الإيجابيات من ربط عنق الرحم أكثر من سلبيات فممكن أنه تسوين هذا تقدر طبيبة الإختصاص التي تتابعها زين التهابات أخرى ممكن أنه تسبب حدوث الإسقاط المتأخر التي هي مثلا بغض النظر عن التهابات التي تحدث داخل الرحم ممكن التهاب مجارب ولية ممكن بعض التهابات داخلية هذه كلها ممكن تأدي إلى حدوث حمى تأثر على الطفل إلى حدوث يسموها الفايريميا اللي هي وجود البكتريميا لوجود البكتريا أو المايكروبات داخل الدم ممكن أنه تعبر للطفل وتأدي إلى التهاب في الدم عند الطفل وممكن أنه تؤدي بالحمل وتخسرنا هذا الحمل مشاكل تخثر الدم اللي حكينا عنه ممكن تسبب إسقاطات بداية بالإسقاطات مبكرة أو أنها تكون الإسقاطات متأخرة أيضا وهذه الحالة لها تشخيص خاص ولها علاج خاص طبعا علاجاتها بعد تحت البحث ولكن العلاجات اللي متفق عليها رح نحكي عنها ضمن الإسقاطات المتكررة ممكن أيضا سبب من أسباب حدوث الإسقاطات المتأخرة هو تشوهات الرحم مثلا ما حكينا أنه يكون الرحم مقسوم أو أنه بينفد مشكلة وكذلك تشوهات خلقية لدى الجنين ممكن أنه ما تسبب إسقاطات بالبداية بالأشهر الثلاثة ولا ممكن أنه تسبب إسقاطات بالأشهر الثلاثة الثانية التي هي قنة مثل الرابع والخامس والسادس زين أشوى نشخص حدوث الإسقاط الإسقاط له أعراض واضحة أولا نجب نتأكد من وجود الحمل زين من تأخر الدورة إذا كانت دورة منتظمة من تأكد من مواعد من جراء فحص الحمل اللي هو ممكن يكون فحص بالفحص الهرمون بالدم اللي هو طبعا نحن أكو فحص يعملون السيدات اللي هو ما كلش دقيق اللي هو فحص الحمل بالدم ويبلغ السيدة أنه يحامل وهذه وبالأخير يطلع أنه مجرد أنه الفحص بينه خطأ أكو فحص هرمون البيتا اج سي جي وهذا نوعا ما غالي نحن نعمل بعض السيدات اللي نحتاج فعلا نتأكد من حدوث الحمل إذا كانت السيدة عندها مشاكل أو عندها فقط حالات معينة يجب أنه نتأكد بدقة من وجود بالأعراض أنه سيدة لديها ألم لديها ممكن أنه نزف رحمي تاريخ سابق لحدوث إسقاطات سابقة أو أنه مشاكل أثناء الحمل خاصة بدات الحمل وهذا له أهمية كبيرة خاصة إذا كانت السيدة عند أمراض مزمنة أو تعاني من بعض المشاكل الوراثية مشاكل بالتخثر بعض الأمراض التي هي ممكن أنه فعلا تسبب الإسقاط اثنين نجي الفحص همين السريري هم يأكد أن حدوث الإسقاط اللي ممكن أنه تكون السيدة حالة ممكن تكون جيدة وما عنده مشكلة وممكن أنه تجينا خاصة مثلا ما حكينا بالإسقاط الحتمي وممكن يكون عنده شحوب وهبوط بالضغط ونزف شديد وحالة ممكن أنه تكون كل خطرة خاصة إذا كانت واصلة متأخر إلى المستشفى الفحوصات اللي نعتمدها حتى نشخص حدوث الإسقاط حكينا لأنه أكون إسقاط منسي سنحكي عنه هذه التفاصيل والتشخيص بالفحوصات ولكن بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله نكمل الموضوع اللي حكينا علينا اللي هو تشخيص حدوث الإسقاط حكينا على تشخيص حدوث الإسقاط أنه لازم تأكد منه من وجود الحمل أساسا اثنين وجود أعراض توحي بالإسقاط وثلاثة الفحوصات اللي حكينا أنه من ضمن أهم الفحوصات اللي نعملها حتى نشخص حدوث الإسقاط هو الفحص السونر يجب أن يكون بالبداية فحص السونر يكون لدى طبيب اختصاص بالسونر وليس لدى كائن من كان ماك الجهاز سونر ولكن منعمل سونر يكون السونر مالته دقيق ومعتمد ونحن طبيب الاختصاص أو طبيبة الاختصاص بالسونر نتأكد وجود الحمل نتأكد نبض الطفل إحنا قلنا إذا الأسبوع السادس من الحمل ونبض الطفل موجود 90% أنه هذا الحمل سيستمر على الأقل بالثلاث أشهر الأولى وأشقد يستمر الحمل أشقد احتمال حدوث الإسقاط أو الخسار للطفل تكون أقل كذلك الفحص السونر يدلينا على سلامة المشيمة عن وجود تجمع دموي عن بعض الحالات التي تكون موجودة مصاحبة أو المشاكل أو التشوهات تكون موجودة لدى الطفل موجودها من عدمه الفحص الآخر الذي ممكن أنه نستفاد منه بتشخيص الحمل فحص البيتا هرمون الحمل وكذلك فحص هرمون البروجستيرون هذه فحوصات تخصصية ما غير تدوي غاسك بها ممكن أنه تطلب منك طبيبة الاختصاص أنه تعملين هذا الفحص لسبب أو لآخر حتى نتأكد من وجود الحمل من سلامة الحمل ومن متابعة الحمل الأعراض التي تكون مصاحبة لحدوث الإسقاط ممكن أنه تكون نزف مختلف الشدة دائما نقلل السيدة الحمل ممكن أنه مجرد أنه شافت وجود إفرازات وردية أو حمراء أنه تجي يمكن صار عندي إسقاط وتجي بحالة من الرعب والأم معها والحمي معها والعائلة كلها تدخلت بحالة انذار يجب أنه نتأكد من سلامة الحمل هذا شيء أكيد ولكن ما بالضرورة أنه ندخل بحالة رعب دائما نقلل السيدة أنه وجود نزف قليل أو قهوائي أو عميق أو مثل القهوي هذا شيء بسيط ودم قليل يعتبر غالبا ما يكون له تأثير قوي على الحمل خاصة مع وجود نبض الجنين سليم ولكن ننبه السيدة أنه تأخذ حذرة تحاول أنه تأخذ شوية راحة بعض العلاجات التي ممكن أنه تستفاد منه حتى نتفاد حدوث الإسقاط أما إذا صار نزف دم أحمر وكثية ومع وجود آلام قوية في البطن لا لازم رأسا نتراجع قبل أنه تزداد الحالة وتتفاق وصير عنده مضاعفات أخرى وتجينا متأخرة السيدة نجي على العلاج الذي نعمله لذا جتنا سيدة بحالة إسقاط العلاج يختلف طبعا على حسب مدة عمر الحمل يعني إذا كانت بالسابيع الأولى تختلف علاج عن ما أنه كان وصلت أربعة أو خمس تشور كذلك تختلف حسب حالة الأم الصحية الحالة التي تجينا بها هل هو نزف شديل الحالة التي تصن بها السيدة الحامل كذلك حسب الإمكانات واختيار الأم بعض الحالات العلاج طبعا هو علاج ممكن يكون تحفظي ممكن يكون علاج جراحي وممكن يكون علاج بالأدوية اختيار هذا النوع لكل مريضة يختلف حسب الوضع وحسب حالة المريضة بصورة عامة ممكن ننطي مجال تحفظ إذا كان إسقاط مهدد ممكن بعض الإلاجات البسيطة المقويات لهذه وراحة ممكن أنه تنتهي المشكلة ويستمر الحمل وما سيجعل أي أشكال ولكن إذا صار الحمل إسقاط ناقص أنه مع وجود جزء من المشيمة داخل الرحم أو إسقاط منسية طفل ميت موجود داخل الرحم هذه الحالة يجب أنه يكون التداخل بها يعني بالتأكيد إحنا ننطي مجال المجال يعتمد على حسب الحالة ما للسيدة الحامل إحنا ممكن أنه نعمل بعض الفحوصات نتأكد أنه طفل إيش قد صال وميت داخل الرحم هل أنه موت الجنين طار حديثا ممكن أنه ننتظر فترة لعله يصير إسقاط تلقائي وبهذا يصير 85% من الحالات خلال ثلاث أسابيع بس إحنا ما ممكن أنه بكل الحالات ننتظر ثلاث أسابيع بعض الحالات ننتظر أسبوع عشر تيام على حسب ممكن نجري بعض الفحوصات التي نتأكد من خلالها تقريبا قبل أشقد توفى الطفل داخل الرحم وهل أنه حالة الأم تتحمل أنه ننتظر أو ما تتحمل بعض السيدات التي يكون سكن بعيد خارج المدينة أبعيد عن المؤسسات الصحية نحن لا يمكن أن نخاطر أن نذهب إلى علاج تحفظ وننتظر إسقاط تلقائي وإذا تجينا هي نصار عندها نزف شديد وبحالة تكون صعبة وصار عندها مضاعفات لا بهذه الحالات نحتاج التداخل الجراحي أو إذا كانت الأم عندها أمراض مزمنة أمراض بالقلب أمراض بالتخثر الدم ممكن أنه إذا صار عنده نزف حتى لو ما كان شديد ممكن يأثر على وضعه أو أنه يستمر النزف عنده أو أصلا كان الطفل مثلا ميت من زمان داخل الرحم في حالة الإسقاط المنسي هذه الحالات نحن لا ممكن أنه ننتظر على الأم وإذا يستمر حالة من النزف الشديد خاصة بعض الحالات الإسقاط المنسي المتأخر يعني الطفل صار وزمان ميت أكثر من أسبوعين ميت داخل الرحم ممكن أنه يسبب حالة من النزف الشديد غير قابل التوقف وإحنا هذا لما نريد نهائيا نصل وشايفين حالات معدودة من هذه الحالة والحمد لله فإحنا أبدا ما ممكن أنه نوصل السيدة وننتظر إلى أن تصل إلى هالشكل حال في هذه الحالة لا يكون علاج التحفظ إلى فترة محدودة وثم يكون تداخل الجراحة تداخل الجراحة يكون بعمليات جرف عنق الرحم وهذه تفاصيل الجراحية طبيبات الاختصاص كلهم يعوفوها بين نوع من المضاعفات ولكن في الحالات التي يكون التداخل حتمي إحنا والمريضة مجبورين علينا وأكو كثير سيدات يخافون من العمليات الكرتاج خلي نقول وأنا أخاف ولا ومعرف إيش ممكن أنه بنج عام وما بينه أي أذية وما بينه أي ألم واحتمالية حدوث المضاعفات بينه قليلة قليلة جدا إلا في بعض الحالات خاصة السيدات التي عندهم تشوهات بالرحم أو انقسام بالرحم أو لديهم عمليات سابقة ولهذا أرجع أقول همين إحنا السيدات التي تكون ولاداتهم عمليات حاولوا قدر الإمكان أنه تكون عدد العمليات أقل ما يمكن يعني ما ممكن أنه رابع وخامس وسادس عملية وأنا لا مستمر يعني ما عندي فقد مشكلة هذه كلها خطورة وبالنهاية رح تكون يعني ممكن أن تكون يعني حياتك هي الثمن العلاج بالأدوية هذا يعني إنتمام المريضات ممكن يكون بعض العلاجات التي تسبب التقلصات بالرحم ويعني بالنهاية نحصل على الإسقاط خاصة في حالات الإسقاط المنسي نستخدم هذه الحالة إذا كان موت الجنين داخل الرحم أو في بعض حالات الإسقاط الناقص اللي إنه الطفل كنزتته ولكن باقي جزء من المشيمة داخل الرحم نجي على نوع من العلاج أيضا الشغلة مهمة أكيد يعني بالعلاج هي التأكد من فصيلة دم الأم اللي هو إحنا اللي بالعامية نسميه عدم تطابق بين دم الأم والأب إذا كان الزوجين دم مختلف خاصة يعني بالذات إذا كانت الأم دم سالب فصيلة سالبة والزوج يكون فصيلته موجبة بهالحالة لازم تتلقى الأم هذه الأبرم عدم التطابق اللي نزف متكرر أو متقطع أو مستمر أثناء الحمل يعني مثلا إسقاط مهدد والسيدة لديها نزف مستمر ممكن أنه تكون هذه الأبوات تعطى كل ست أسابيع بدون حدوث مشاكل خاصة إذا لازم نتأكد من عدم وجود تحسس لدى الأم الحامل قد تتكلم عن الإسقاط نوعين مهمين من الإسقاط الإسقاط المتكرر والإسقاط المنسي الإسقاط المنسي اللي حكينا أنه موت الجنين داخل الرحم مع بقائه داخل الرحم هذه الحالة يجب ممكن أنه تشخص أثناء المتابعة إذا كانت الأم التابع باستمرار لدى المؤسسة الصحية أو لدى مع الطبيبة الاختصاص إذا تأكد تشخيص أنه موت الجنين داخل الرحم اللي يجب يكون بسونرين مختلفين بعد التأكد من ذلك يجب التداخل قبل ما مثل ما حكينا أنه في حالة وجود تأخر في العلاج إلى فترة طويلة ممكن أنه يؤدي إلى نقص بالأقراص الدموية وحدود حالة من النزف الشديد الغير منقطع وهذا ممكن يكون بينه خطورة على الأم النوع الثاني من الإسقاط والإسقاط المتكرر اللي هي أثلاث إسقاطات متكررة متوالية وليس أنه تكون الإسقاطات بين الأطفال هذا ما يعتبر إسقاط متكرر هذه حالة لها أسباب من ضمن أسباب أنه تكون تشوهات لدى الجنين تشوهات جينية وبالكروماسومات لدى الأجنة والحمد لله أنه 70% اللي من عندهم هذه الحالة يرزقون بأطفال سليمين بالحملة التالية أكو أسباب مشاكل وبالكروماسومات لدى الوالدين وهذه ممكن أنه ينعمل لها فحص ونتأكد منه ومع ذلك نسبة حدوث تكرار لولاد الطفل مشوهة أو حدوث إسقاط متكرر هي نسبة 1% يعني والحمد لله فممكن أنه نشخص هذه الحالة وممكن أنه في بعض الحالات ممكن أنه تلا فيها بأكفة نوع خاص من أطفال النبي بسمونه PGD ممكن أنه إجراء فحص جنين للجنين الموجود والتأكد من سلامته قبل زرع الأجنة داخل الرحم من الأسباب الأخرى لإسقاطات المتكررة مشاكل الرحم اللي هي ممكن أنه تكون إنقسام بالرحم وممكن رخاوة عنق الرحم مثل ما حكينا سابقا أو ممكن أنه مشاكل تعرض لعنق الرحم أثناء ولادة سابقة مثل الجروح العميقة مثل بعض الحالات التشخيصية لعنق الرحم ممكن تسبب رخاوة عنق الرحم وهذا أيضا حكينا على علاج سابقا مشاكل التخثر وهذا شغلة مهمة جدا ممكن تحدث عد واحد من ست سيدات من اللي يعانينا من الإسقاطات المتكررة وممكن أنه تتعالج هذه الحالة تشخص بفحوصات موجودة مختبرية موجودة حاليا وممكن علاجها بالأسبرين بعض الحالات تحتاج البر الهيبارين وإلى آخره بعض العلاجات الأخرى حسب ما تنصحك أنت الطبيبة اللي التابعين عندها مشاكل هرمونية مثلا تكيس المبايض السيدات اللي عندهم التكيس المبايض أيضا يكونون عرضة للإسقاطات أكثر من غيرهم وهذه ممكن تلا فيها بشغلة بسيطة اللي هي إنقاص الوزن قبل الحمل يفيدنا كثير وقل الحدوث الإسقاطات هذا اللي يغضنا نحكي عنه عن الإسقاطات بصورة عامة وقال الله وإياكم من شير الأمراض وأرجو أن تكون الحلقة مفيدة واستفدتم منها وشكرا جزيلا شكرا جزيلا للطبيبة دكتورة فاتن محمد بشير طبيبة اقتصاص إسهائية وتوليد وأمراض العقم حول حلقة هذا اليوم الحلقة مثل ما ذكرت الدكتورة حول الإسقاط عرفنا أنه أسباب كثيرة ممكن تؤدي إلى الإسقاط ولكن الإسقاط يعني مو موضوع سهل وأنه نأخذه بسيط أو نهول الأمر ونخاف إحنا الأفضل أنه من تصير عندنا حالة مرضية ونراجع بها خصوصا أخوات النساء من تحس بأي شيء غير طبيعي أثناء الحمل تراجع لطبيبة النساء لأنه ممكن المشاكل تكون فجأة وممكن تكون مشاكل يعني عادية لا تقعد مجرد أنه بطنة شوية وجعتها ها والله ما طيقة تحرك ها لا أعطي قعمل كشية ومنها يسوالف وتقعد الحمل تقول تنبل كشية ما عاد تشتغل وهي همزية ما صدق همزية بس تقلب أطنعة توجعني تقعد من ثلث تشغل لأن تخلص الحمل وبعد الحمل بسنتين همزية الله تبدي تقوم تشتغل فهذه الكلاوات قديمة صارت الآن أوفوها الحموات فاللي عنده وجع يكون إن شاء الله تكون الحلقة مفيدة إن شاء الله استفدتم منها نرجع ونذكر أهلنا أنه الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الله يحفظكم فقط ارتداء الكمامات في الأماكن العامة تغسيل اليدين بالنسبة للفحوصات حاليا يوجد بالمراكز الصحية دائرة الصحة وفرت فحوصات المسحة البي سي أر بإعداد كل شي كثيرة النتائج عاد تطلع خلال يومين ثلاثة أيام الحمد لله كان قبل أكو شحها بالمواد وشحها بالفحوصات ولكن الحمد لله الدائرة حاولت وفرت المسحات بكميات كل مناسبة بالنسبة لنا للمرضى اللي عايجونا ما عن رجع حد نطلع نعمل مسحات بالنسبة للمدارس بالنسبة للمؤسسات حكومية حسب المتوفر عدم ظهور المسحة ما معنات أنه غير مصاب اعتماد على الأعراض في تشخيص المرض يعني ممكن أنه أكو نسبة 30% من المرضى هو حامل للفيروس ولكن المسحة لا تطلع سالبة نحن ما نقول أنه أنت سالبة وأنه أنت ما بيشيه وتروح تختلط وممكن أنه يأذي غيره ويأذي نفسه يزيد تركيز الفيروس من غير شخص مصاب فأنا من عندي أعراض ألتزم بالبيت وبالحجر وأتابع مع الطبيب وإن شاء الله يعني الأغلبية هي عادتش فصح أكو حالات عادتش شديدة ولكن الحمد لله يعني الأطباء معي قصرون يعني في متابعتها أرجع وأذكر مرتلخ إخواني الأطباء اللي حب يشارك بالبرنامج أبواب على اليوتيوب اللي حب يتابع الحلقة يشاهدها مرة ثانية يستفد من المعلومات اللي بيها موجودة على اليوتيوب على رابط برنامج الطبيب والناس قناة المنصلية الفضائية شكرا لكادر القناة المنصلية ونلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج الطبيب والناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة